شيرين أعطيتها لأنني حسيتها إنسانة استشهاد الزميلة شيرين أبو عقلة شيرين شيرين أبو شيرين أسحاب أسحاب ما ظهرت لا بديش أقول لك نص مية جسمي راحط من يوم ما توفط يوم يوم لازم يا يدمع يا إنه يعني فيش حيوية فيش دحكة دحكة ما فيش من أربعين يوم أخسرتها الصلاة برايبو لفونا برايبو 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 والله ما بتروح من عين الصلاة يعني إنه بروح كتير من العالة من الناء بس إنه زي شيرين لأ مش راح تروح مش راح يعني إنه ينساها الواحد لأنه هي إنسان معجون من حب هي كلها حب وكلها إحساس شيرين إنسان إنسان بمعنى الكلمة إن كان مع الحيوان أو مع البشر يعني عندها هذا العطاء عطاءها ما ما كان ينقص جاري ماجد شريك شيرين بالأكل والإعتناق بالإكلاب وهي الشغلات بيشاركوا بعض نفس الشغل بقوته يعني الكلب طبعه بيانكو أجاء أكتر من ولد وشيرين كان نفسي يكون عندها كلب فعرفت ماجد على شيرين صار الباونت مع شيرين بينه وبين فلفول كتير نجنت عليه باونت غريب مش بس مع البشر بيصير كمان مع الحيوان ماجد فلتس حقولة شيرين ماجد صديق الحيوان فلفل أخوه العرص وسكي وسنفور كانت كتير تحب الحيوانات فهذا اللي اشتركنا فيه وصار فيه علاقة أكتر إنسانية صرت أكتر أهتم بتعود إنه راحة اللي كانت يعني إنه ممكن إذا أنا أثرت هيد اتعود أنا صرت أهتم بزياد مش أقدر أسوي زيك بس كانت عاطفتها غير عني لما تقولي إذا فيه كلب يدعي لأس جيب أحكي بعين ماللهي الله يرحمه وهدول من مصريات هالصرا دعيبة كنتم تحكوا كتير عنها إن شاء الله راحت فكرة ملجأ للكلاب هذا كانت كتير من إحدى الشغلات اللي كان نفسها تعملها ويريت أنه هذا بالفعل يتحقق كل سنة وانت سالمة يا أمر آخ ياريتني معكم ليش أنا مش معكم إنجوي إنجوي شايف الأكل اللي بيشاهي واللي راح علي واللي بدي منه بس أرجع أي يوم عيد ميلادي لما كانت من مصير ما قدرتش تيجي أنا أنا بديش هذا الإحساس اللي أنا في هلا إحنا على بعد كم ساعة بس عن بدء منع التجول في رمالله الليلة ساعة عشرة بالليلة قبل ما تنزل عجنين كانت هون صهرانة وقاعدين من نحكي اليوم الأحد وهلأ مجموعين على مصورها 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 على أساس أنه راح نلدي بعد ثلاثة أيام عشان أسوي لها الشوش بركة وصوات الشوش بركة بس مش إلها لروح ضل مبساب بعدها بتضق الباب وبتطل اللي براسة هيك بتدلع تبحها وقعدتها وكنبيتها وكستها اللي أنا مش هادة حد يشرب فيها للي وبما منع تنتظ اشتقت له هادة هون فيه تقول ما بيسدوا إلا حضنها لما تسالم عليها كنا بش كتير بحب أتعمل مع القطط بس اضطريت هاي الفترة أن أحطوا لهم أكل يعني وأتعاطف معهم عشان شيرين قداش كانت يعني متعلقة فيهم وتحبهم لأنهم بيجوا على سيارة شيرين الله يرحمها وهي بطلت موجودة فبيجوا دايماً يعني جنب السيارة في واحدة من البسس بطلت أشوفها بالمرة هاي البيضة والسودة اللي هي كانت المفضلة عندها هي زماني يعني هون بتيجي على اله اختفت وطلت أشوفها صراحة من يمكن وقت السيارة شيرين بكني بتيجي في أوقات إحنا مش موجودين فيها جوز جوز غابت مع غياب شيرين من يمكن حست إنه شيرين مش موجودة أكيد بشعروا أشياء إحنا ما منعرف فيها بس هاي حيوانات أليفي بتتعلق بصاحبها بشكل كبير يعني واحدة بكون تعز تعبها وإرهاقها بتفكر أن تروح على المكتب عشان تنساش البسة إنه بدها توكل ورغم هيك بتتحسس من البسس وبتحملهم بصيروا عينيها منفخات بس بتحبهم ما زالت النظرة إلى هذه الحيوانات الأليفة تتفوت بين من يحرص على إيوائها في بيته بذكر كان لها تقرير مرة عملتوا عند الكلاب الضالة والبسة اللي ما حدا يعطني فيها والبسة؟ البسة المشلولة اللي كانت عندي أصوت تقرير عنها ولليوم البسة موجودة عندي بشوفها بتذكر شيرين من الحركات اللي علمتهم إياها شيرين لفلفل علمتوا كيف ينط وهلأ الكل بنصدموا بس يشوفوا كيف فلفل بنوت عالي شيرين كانت دافع مش بس عن القضية الفلسطينية بس كمان عن الحيوانات وهذا الإشي كان كتير مأثر فيها قلبها بوجع عن جد حدا قلبه بوجع إذا شف بس أو كلب تعبان فكيف دا تكون مع الناس؟ ترجمة نانسي قنقر